السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلبة الدبلوم التجاري والتعليم الفندوقي أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة قانون العمل والتأمنات الاجتماعية النهاردة إن شاء الله هنجاوب على الأسئلة اللي انتو الطلبة بعثتها هنكمان هننهي جزء قانون الخدمة المدنية وبإذن الله ابتداء من الحلقات القادمة هيبقى فيه كمان العمل اللي انتو بعدتول وسألتوا عليه تاني بنأكد تاني للطلبة أو الطالبات سواء كنت في التعليم والتعليم الفندوقي عندنا الامتحان نركز تاني الامتحان ورقة الامتحان متقسمة لتلات أشكال أول حاجة عندنا حاجة اسمها قانون العمل والتأمنات وده تكلمنا عليه تاني حاجة عندنا قانون الخدمة المدنية اللي النهاردة ان شاء الله بناخد آخر درس فيه تالت حاجة قانون التأمنات يعني الامتحان الورقة ذات نفسها متقسمة لتلات أجزاء احنا بإذن الله خلصنا معاكم قانون العمل النهاردة ان شاء الله بننهي قانون الخدمة المدنية آخر حاجة عندنا قانون التأمنات اللي هو في المسائل العملي ان طلبة كتير جدا من المحافظات بعتت بتسأل يا مستر انت هتقولي العملي امتى فابتداء ان شاء الله من الحلقات القادمة هنبتدي نشرح العملي لكن مش معنى كده ان الجزء اللي الشرح مش هيتراجع علي تاني لا هيتراجع علي تاني وهنعيده مرة واثنين وتلاتة وانت لو فيه سؤال مش واقف عليك او واقف مش عايف تحله ابعته لنا ونحله لكن ملحوظة صغيرة كده قبل ما نبدأ الطلبة اللي بيذاكر امتحانات قانون العمل من الاعوام السابقة يبدأ من امتحانات 2018 و2019 لان الامتحانات اللي قبل كده فيها اجزاء تم حسبها من المنهج فما تتعبش نفسك وتدور على اسئلة مش موجودة جابتها في المنهج الجديد اللي تم تعديله نبدأ معاكم اول حلقتنا ونشوف الاسئلة اللي الطلبة بعتهننا النهاردة ان شاء الله تعالى نشوف مع بعض كده اول سؤال الطالب بعتهننا او الطالبة اللي بعتتهننا اول سؤال عندنا النهاردة سؤال بيقول عندنا اول سؤال ما هي حالات انتهاء عقد العمل الفردي ده طبعا من الاسئلة المهمة جدا 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 كسؤال نظري او مقالي وحتى لو هو من سؤال مقالي عندنا كمان مهم لإيه الحاجات الفنية الحاجات الفنية اللي هي ما بين السطور بتاعته طيب حالات انتهاء عقد العمل الفردي يعني إيه امت علاقة العامل بتنتهي بيه صاحب العمل طيب عشان نوضح الكلام ده كله بنقول العقد بينتهي بيني وبين صاحب العمل انا يا عقد يا مستر افكرك بقى بالعقد عقد العمل الفردي قلنا عليه هو العقد الذي يتعهد فيه العامل بان يعمل تحت ادارة واشراف وتوجير صاحب العمل مقابل اجل نقول تاني تعريف العقد عقد العمل الفردي هو العقد اللي بيتعهد فيه العامل بان يعمل تحت ادارة واشراف وتوجير صاحب العمل مقابل اجل يعني ده العقد اللي انت بتشتغل فيه لحساب صاحب العمل السؤال بتاعنا ببساطة بقى امتى العقد ده ينتهي امتى العلاقة اللي بينه وبين صاحب العمل تنتهي اول حالة عندنا اول حالة عندنا انتهاء مدة العقد وده سبب طبيعي العقد اللي بينه وبين صاحب العمل المدة بتاعته انتهت يبقى العلاقة اللي بينه وبينه انتهت يبقى اول حالة عندنا نجيب ورقة وقلم ونكتب الكلام ده لاننا هنشرح حاجات ما بين السطور في الاجزاء دي اول حاجة عندنا هنا انتهاء مدة العقد المدة اللي بينه وبين صاحب العمل في العقد انتهت يبقى كده العقد انتهاء رقم اتنين كمان انتهاء المبرم من اجل العقد تاني انتهاء المبرم او العمل المبرم من اجل العقد يا مستر مش فاهمين يعني ايه المبرم ومش فاهمين الكلام ده هقولك يعني ايه انا لما جيب ناس تشتغل معايا مثلا هنشتغل في المأولاد فهنبني منطقة سكنية المنطقة السكنية دي ممكن تتبنى في سنة او اتنين او تلاتة حسب الاعدادات اللي عندنا فانا بجيب عمال واعمل معهم عقد هنا العقد مدته ايه مدته انتهاء المباني طب المباني انتهت يبقى هنا العلاقة اللي بينه وبينهم انتهت كلمة هنا مقصود بقى ايه انتهاء العقد المبرم انتهاء العمل المبرم من اجل العقل شانت تفهم ببساطة كده انا جيبت حد يدهن البيت مثلا فقال لك انا هدهن في خلال تلات سهوء يعني اخد وقت تلات سهوء تمام انا سبتوله الشقة تلات سهوء خلص بعد شهر يعمل ايه هيمشي العلاقة اللي بينه وبينه انتهت دي اللي بنسميها انتهاء العمل المبرم من اجل العقل يبقى عندنا سببين بينه العقل تاني ها هو السبب انتهاء برافو عليكم انتهاء مدة العقل السبب التاني انتهاء العمل المبرم من اجل العقل السبب التالت بقى الاستقالة يعني ايه الاستقالة لازم نفرق ما بين الاستقالة والاقالة الاستقالة معناه اننا كعامل بتقدم بكامل ارطي بالاستقالة طيب لو انا قدمت استقالتي ينفع بعد ما قدمها ارجع في كلامي اه تاني الحتة دي تاني عشان مهمة جدا ينفع بعد ما قدم استقالتي ارجع في كلامي طيب ورد جدا ان انا تكون استقالتي نتيجة مشكلة عصبية او حالة حصلت فخدت قرار متسرع فلما عدت فكر كده قلت لا انا مش هستقيل هل القانون بقى سمح لي بالكلام ده فعلا القانون سمح بالكلام ده سمح باي بقى قال يجوز للعامل تاني يجوز للعامل الرجوع في الاستقالة في خلال سبع ايام سبع ايام من امتى من تاريخ كتابة الاستقالة تاني يجوز للعامل يجوز للعامل الرجوع في الاستقالة في خلال خلال قد ايه سبع ايام من كتابة الاستقالة يعني انا كعامل من حق جدا ان انا ارجع في الاستقالة بس بخلال كم يوم برفع عليكم سبع ايام من خلال كتابة الاستقالة عشان كده بنقول ايه لازم الاستقالة تكون كتابة تاني مفيش استقالة شافوي مفيش حاجة اسمها انا مستقيل عايز تستقيل هنقدم ما يزبط الاستقالة ليه احنا بنقول ايه يجوز ان انا ارجع في الاستقالة في خلال سبعة ايام تمام طالما انا هرجع في الاستقالة في خلال سبعة ايام لازم اسبات تستمع تيام المدة دي يبقى لازم الاستقالة تكون مكتوبة عندنا بقى سؤالين في الكتاب هتورى ولم وكتبهم عشان استقالين دول مهمين جدا السؤال الاول بيقول ايه بيقول تقدم عامل باستقالته تقدم عامل باستقالته وبعد خمس ايام عدل عنها تاني اسمها كده عدل عنها تقدم عامل باستقالته وبعد خمس ايام عدل عنها عدل عنها يعني ايه رجع في كلامه يجوز وقانوني ليه قانوني يجوز للعامل الرجوع في الاستقالة في خلالها دي ايه رضو عليكم سبعة ايام النقطة التانية بيقول ايه تشاجر عاملان تشاجرهم الاتنين تشاجرهم الشكل مع بعض فابلغ احدهما ابلغ يعني ايه قال له يعني بالاستقالة ابلغ صاحب العمل بالاستقالة هنا نقول له غير قانوني الاستقالة لابد ان تكون كتابة يبقى دي حد دلوقتي عندنا تلت حالات تاني تلت حالات لانهاء العقد اول حاجة انتهاء مدة العقد رقم اتنين انتهاء العمل المبرم من اجله العقد رقم تلاتة الاستقالة عندنا كمان من الاسباب اللي بتنهي العقد العجز الكلي يعني ايه عجز كلي ان العامل يفقد قدرته بشكل كلي عن العمل طبعا هنا العلاقة بتنتهي عندنا كمان وفاة العامل حكما وحقيقة تاني وفاة العامل حكما وحقيقة يعني ايه وفاة العامل حكما وحقيقة يعني العامل بيتوفى حكما وحقيقة هنا العقد بينتهي لكن في نقطة هنا مهمة جدا بنقول عليها ان يجب او مش يجب ده القانون هو اللي قال في حاجة اسمها مصاريف الجنازة يعني ايه مصاريف الجنازة بعد وفاة العامل تصرف له مصاريف جنازة بواقع شهرين من الاجر بتاعه يعني بياخد من الاجر طبعا بتصرف لمين للورثاء ايه او العائلة اللي بتستحق هذا المبلغ شهرين جنازة من الاجر الاجر اللي كان بياخد بياخد العامل بيصرف حاجة اسمها مصاريف جنازة يصرف مصاريف جنازة كاجر شهرين من اجر العامل يبقى احنا كده يا شباب الورقة والقلم تبقى جهزة معنا عندنا دلوقت الحد دلوقت الحالات حد يفكرني رضو عليكم اول حاجة عقد العمل بينتهي بايه بانتهاء مدة العقد رقم اتنين بانتهاء العمل المفرم من اجل العقد رقم تلاتة الاستقالة رقم اربعة العجز الكل رقم خمسة اللي لسه عايلينا عليها وفاة العامل حكما وحقيقة عندنا كمان ايه عندنا كمان وفاة صاحب العمل وفاة مين صاحب العمل الله هو لو صاحب العمل توفى العقود تنتهي نرجع بقى هنا نفكر بحاجة احنا ما كنا بنعرف صاحب العمل كنا بنقول ايه هو كل شخص طبيعي او اعتباري ركز معايا كل شخص ايه طبيعي او اعتباري القانون قال ايه القانون قال ايه في الحتة دي قال لو صاحب العمل هنا اللي توفى كان العقد بصفة بصفة الشخصية بصفة الطبيعية لا اسباب شخصية معمول عليها العقد وهو توفى بتنتهي العقود اما اذا كان شخص اعتباري طبعا العقد ما بينتهيش يبقى عندنا لحد الوقتي نقول تاني الحالات ما هي حالات انتهاء عقد العمل سؤال من الاسئلة المهمة جدا اول حالة عندنا انتهاء مدة العقد رقم اتنين انتهاء العمل المبرم من اجل العقد رقم تلاتة الاستقالة رقم اربعة العجز الكل خمسة وفاة العامل حكما وحقيقة رقم ستة وفاة صاحب العمل رقم سبعة العجز الكل اخر حاجة عندنا انتهاء العقد محدد المدة انتهاء العقد محدد المدة يعني اين انا كصاحب عمل عامل عقد ما عامل محدد المدة المدة اللي انا عملت فيها العقد دي انتهت العقد محدد المدة هنا بس في لقطة مهمة جدا هنا القانون بيقول ايه من حالات انتهاء عقد العمل بلوغ سن التقاعد ان انا اطلع سن التقاعد اللي هو ايه ضباب عليكم ان انا اوصل لسن الستين ما لم يكن العقد محدد المدة يعني ايه يعني لو العقد محدد المدة مش من حق صاحب العمل ينهي للعقد وانا في سن الستين تالي النقطة دي بيقولك ايه بقى من حالات انتهاء عقد العمل بلوغ سن التقاعد ان انا اوصل لسن التقاعد لو سن الستين مثلا ما لم يكن العقد ماله محدد المدة لو العقد محدد المدة يتم استكماله يبقى كده السؤال اللي جاننا اول سؤال قلناه بالتفصيل نبص برضو كمان معنا على السؤال اللي قدامنا بنقوله حالات انتهاء عقد العمل عندنا انتهاء مدة العقد انتهاء العمل المببن من اجل العقد على استقالة وفاة العامل حكما وحقيقة وفاة صاحب العمل العجز الكل بلوغ سن التقاعد وانتهاء العقد محدد المدة دي بنسميها حالات انتهاء عقد العمل طيب نشوف السؤال اللي بعد كده برضو الطلبة بعتلت لنا ما المقصود بالتبعية القانونية والاقتصادية ما المقصود بالتبعية القانونية والاقتصادية سؤال من الاسئلة المهمة جدا بس السؤال ده عشان نجاوب عليه لازم هنرجع كده اللي احنا صرحناه قبل كده كلمة التبعية القانونية والتبعية الاقتصادية اتقالت فين؟ ده مش اتقالت فين؟ تعال كده مع بعض نفتكر اول حاجة كده نردك بالترتيب كده عشان تفتكر تعقيف قانون العمل قانون العمل بيقول ايه؟ هي مجموعة القواعد القانونية التي تتولد او التي تنشأ من العلاقة من العلاقة ما بين العامل وصاحب العمل من العامل ومين؟ وصاحب العمل اه اذا توفر شرط التبعية اذا توفر شرط الايه؟ التبعية يبقى ده اول حاجة كلمة التبعيات قالت ايه؟ طيب تعال كده نعرف تعريف عقد العمل الفردي هو العقد الذي يتعهد مقتضاء العامل ان يعمل تحت ضرط واشراف وتوجيه صاحب العمل مقابل اجل طيب دي تبعية طيب انواع العمل الخاص مستقل ومسترق وتابع هي التبعية في ايه؟ مبدئيا كده من غير التبعية مفيش قانون عمل انا عشان اطبق قانون العمل لازم يتوفر شرط التبعية والعامل يتبع صاحب العمل نوعين من التبعية بمعنى ايه؟ احنا عندنا عقد العمل لما جينا عرفنا عقد العمل وقلنا هو العقد اللي بيتعهد فيه العامل بأن يعمل تحت ضرط واشراف وتوجيه صاحب العمل مقابل اجل عرفنا العقد كده وقلنا العقد ده بيتميز بعنصرين اول حاجة يتميز بعنصرين التبعية والاجل يبقى لو جالك او جالك وبقى وقلم ونكتب الكلام ده لو جالنا سوال اكمل بيقول يتميز عقد العمل بعنصرين تاني يتميز عقد العمل بعنصوين ايه هما العنصوين دول التبعية والاجل التبعية والايه والاجل طيب نتكلم بقى على التبعية التبعية كده بمفهومها البسيط ان انا كعامل ببقى تابع لصاحب العمل بس انا تبع له نوعين من التبعية ايه هما النوعين دول بقى تبعية قانونية وتبعية اقتصادية تاني تبعية قانونية وتبعية اقتصادية يعني ايه مستر تبعية قانونية ويعني ايه تبعية اقصادية هنمشي مع بعض واحدة واحدة كده تبعية قانونية يعني ايه انا دلوقت شغال عند حد وطالما شغال عند حد انا ملتزم ان انا اشتغل تحت ضبطه واشرافه وتوجيهه طيب افد انا ما خلفت الكلام ده ما نفستوش او نفستو بس مش على المستوى المطلوب هناك جزاء يوقع علي والجزاء ده اسمه جزاء قانوني عشان كده بنقول ايه العامل يتبع صاحب العمل تبعية قانونية يبقى دي التبعية القانونية ايه تبعية القانونية ببساطة كده ان العامل شغال تحت ادارة واشراف وتوجيه صاحب العمل مقابل اجل ولو خلف الكلام ده هيتم توقيع الجزاء القانوني علي اما التبعية الاقتصادية كلمة تبعية الاقتصادية يعني ايه معناها ان صاحب العمل يستأسر او استقصار صاحب العمل بمجهود العامل مقابل اجل تاني تاني واحدة واحدة كده كلمة التبعية الاقتصادية معناها ايه استقصار وهقولك يعني ايه الوقت كلمة استقصار استقصار صاحب العمل بمجهود العامل مقابل اجل برضو يعني ايه كلمة استقصار هنا معناها استحواز ان صاحب العمل هنا بيستحوز على مجهود العامل خلال التمن ساعات اللي القانون حددهم خلال التمن ساعات دول العامل تحت دارة صاحب العمل يدينه كل المجهود بتاعه عشان الكلام ده مقابل اجل يبقى التبعية الاقتصادية هي استقصار صاحب العمل بمجهود العامل لو انت هتوبرتك والمك وشوف معايا كده اه موضح لك يعني ايه التبعية القانونية والتبعية الاقتصادية نبص كده قدامنا التبعية القانونية ويقصد بها قيام العامل بالعمل تحت ادارة واشراف صاحب العمل بحيث يكون من حقه هذا الاخير اللي هو الاخير مين اللي هو صاحب العمل اصدار اوامر وتوجيهات للعامل بشأن تحديد العمل المطلوب منه وكيفية القيام به وقت ومكان ده وهن يوقع عليه الجزاء يعني الجملة دي خلصتها كده ان العامل شغال تحت ادارة واشراف وتوجيه صاحب العمل لو ما نفس الكلام هيوقع عليه الجزاء القانوني ده بالنسبة لايه للتبعية القانونية تعال نشوف مع بعض كده يعني ايه تبعية اقتصادية تعني خلي بالك من الجملة دي قوي تعني استقصار صاحب العمل بمجهود العامل مقابل اجر يعني ايه طبعا الاجر هنا بيعتبر مصدر رز العامل الوحيد وبيعتمد عليه في معيشته اعتمادا كليا بحيث يمكن القول انه تابع اقتصاديا لصاحب العمل يبقى عندنا كده يا شباب التبعية نوعين التبعية قانونية والتبعية اقتصادية قلنا التبعية القانونية ان انا بشغال تحت ادارة اشراف توجيه صاحب العمل مقابل اجر هنفذ الكلام ده ما نفذتهش هيوقع على ايه الجزائل قانوني طيب اما التبعية الاقتصادية اقتصادية يعني ببساطة كده انا عامل اهو اقتصاد بيتي معيشتي قائمة على صاحب العمل ازاي التبعية الاقتصادية معناها استقصاب صاحب العمل بمجهود العمل يعني انا انت يا صاحب العمل اخذ مجهودي في الحتة دي انا ممكن اسيبك واستغل في حتة تانية بس انا هستغل عندك استقصاب صاحب العمل بمجهود العمل مقابل اجر تديني الاجر اللي هيعيش بيه وافتح بيتي عشان كده بنقول العامل طاب تابع لصاحب العمل تبعية اقتصادية يبقى تاني لو جانا كده سؤال اكمل هولي السؤال تاني يتميز عقد العمل بعنصرين يهم العنصرين دول التبعية والاجر يعني ايه تبعية او العامل يطبع صاحب العمل نوعين من التبعية وضحهم اكتبهم اتنين ايه هما التبعية القانونية والتبعية الاقتصادية تبعية قانونية ان العامل شغال تحت ضابط واشراف وتوجيه صاحب العمل واذا خلف القواعد يحق على صاحب العمل توقيع الجزاء القانوني اما التبعية الاقتصادية معناها استقصار صاحب العمل بمجهود العامل اي المعيشة بتاعة العامل اقتصاد بيت العامل قائم على الاجب اللي بياخده اذا العامل تابع لصاحب العمل تبعية اقتصادية تعال نشوف كمان السؤال اللي اتبعت سؤال جميل جدا اتبعت لنا في قانون الخدمة المدنية ما المقصود بالحلول ما المقصود بالحلول طبعا الحلول دي احنا شرحناها بكده لكن هنقولها هناك بعض المفاهيم في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بعض المفاهيم اجا القانون وضحها قانون الخدمة المدنية قانون رقم 81 لسنة 2016 القانون ده لما اتعمل وتم تطبيقه وضح بعض المفاهيم منها على سبيل المثال النقل يعني نقل الندب التبقية الاعارة من ضمن الحاجات دي مبدأ اسمه مبدأ الحلول مبدأ الحلول اه اما يعني الاول عشان تبقى الموضوع بسيط كلمة الحلول دي يعني الحلول تعالوا فهم الاول معناها الحلول معناها ان حاجة بغضوا عليكم هتحل محل حاجة تمام يعني ببساطة كده لو والدك او والدتك في البيت والدك مسافة فيقول ل والدتك ايه انت هتحل محلي لحد ما يجي يعني هتحل محلي تقوم بواجباتي والتزاماتي ومسؤولياتي ولكحقوقي على بال ما يجي الحلول هنا معناها ان حد هيحل محل حد بس تخلي بالك هنا مين بيحل محل مين يعني اللي في وظيفة ادنى هو اللي بيحل محل اللي في وظيفة اعلى يعني مش هنجيب واحد وظيفته عالية بيخليه حل محل واحد وظيفته ادنى يعني ايه يعني انا شغال في وظيفة عالية هسيب المكان لفترة معينة هجيب حد تاني يمسك متان يحل محلي يحل محلي طبعا يحل محلي بسبب موقعة طب لما نيجي نجيب هنجيب مين الاب لما اختار اختار الام احنا بقى في الوظيفة هنختار مين هنختار الاقدمية يعني ايه الاقدمية يعني انا اعلى شخص هنا موجود في المكان عندي حاجة ففي حد هيجي مكاني اللي هيجي مكاني ده هو شخص ادنى مني في الوظيفة ولكن هو اقدم واحد في اللي موجودين يبقى ده اللي هيحل محلي الحلول معناه ان شخص يحل محل شخص اخر الشخص ده اللي هيحل ده حسب الاقدمية هيجي مكاني حسب اقدميته بالشغل قد ايه لو هو ادم واحد بالشغل طبعا بعد موافقة الجهة المختصة جايز الجهة المختصة لأقرار تاني ده مناش علاقة بيه انما احنا بنقول ان الحلول معناه ان شخص هيحل محل شخص طبعا كل ده ليه عشان خدمة المواطنين عشان ما نسيبش الوظيفة دي فاضية هيحل محله لحد ما التاني يرجع الاحلال ده بيبقى بصفة مؤقتة بناخد اقدم شخص موجود في المكان هو اللي يحل محل الكلام طب يا مصطب لو جلنا كلام هنكتب ايه بص معايا كده وشوف هنكتب ايه مبدأ الحلول معناه عند غياب شاغل وظيفة شاغل وظيفة يعني ايه يعني لما واحد من اللي شاغلين في الوظيفة يغيب عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والادارة الاشرافية يعني وظائفة كبيرة يعني عن العمل يحل محله مباشرة في واجباته مسئلياته وظيفته من يليه مباشرة في ترتيب الاقدمية ما لم تحدد السلطة المختصة من يحل محله على ان يكون من ذات المستوى او من المستوى الادنى مباشرة يعني ايه هنقولها تاني ببساطة كده للناس اللي ما خددش بلا يعني ايه مبدأ الحلول مبدأ الحلول انا شغال مدير مكتب هنا فانا عندي حاجة وهسيب المكتب وهرجع تاني ايه هاخد يومين اجازة وهرجع تاني هنشوف المكتب هنا مين فيه اللي هيحل محليه لازم يطرفوا حاجتين اول حاجة ان يكون في نفس مستوى الوظيفة او ادنى منه ما يكونش على مني طبعا الحاجة التانية ان يكون ايه هو الادمية هو ليه الادمية هو وقت واحد قديم في المكان ده فيحل محلي ده ببساطة مبدأ الحلول طيب تعال نشوف كمان معاني ايه النهار ده طبعا احنا جاوبنا كده على السؤالين ده علامة صح او خطأ امام العبارات الصحيحة انا اولا انا بشكر الطلبة اللي بتدور على السئلة ده والجبهنة لانها فعلا مهمة جدا تبقى وظيفة المعارة خالية لمدة خمس سنوات يعني ايه اللي بيطلع اعارة هل هنسبت وظيف وظيفته خالية يعني فاضية لمدة خمس سنوات طبعا الاجابة هنا خطأ تشغل الوظيفة اذا كانت الاعارة هنا كانت الاعارة سنة واقصر يعني المدة بتاعت الاعارة هنا لو سنة واقصر لازم اشغل الوظيفة السؤال اللي بعد كده العلاوة الدورية ستة جنيه ده بيقولك صح ولا غلط بيقولك العلاوة الدورية ستة جنيه اولا كلمة جنيه دي اول ما شوف اكتب غلط ليه رفع عليكم العلاوة نسبة وليست رقم وليست مبلغ العلاوة نسبة وليست مبلغ هو بص العلاوة الدورية عندنا سبعة في المية العلاوة التشجيعية خمسة في المية يبقى خلي بالك احنا بنقول ايه نسب هو بيجيبها لك ايه ممكن يضحك عليك يقولك ايه العلاوة الدورية سبعة جنيه قوله لا خطأ اول ما تشوف كلمة جنيه تبقى غلط لحن العلاوة تحسب بنسبة ماوية من الاجر الوظيفي للعمل يبقى لما يقولك هنا نبص كده مع بعض لما يقول لنا العلاوة الدورية ستة جنيه طبعا بقوله الاجابة خطأ العلاوة سبعة في المية السؤال اللي بعد كده العلاوة التشجيعية خمسة جنيه طبعا هنا خطأ خمسة في المية اجازة العرضة ست ايام خطأ سبعة ايام بس هقف هنا بقى لان انا شايف طلبة دلوقتي بتقول ايه ده ايه حقا مستر طبما انت قلت قبل كده اجازة العرضة ست ايام وجاي هنا تقول لنا اجازة العرضة غلط وسبح ايام انهي صح اينا بقى نبتدي نتكلم ونوضح الفرق احنا عندنا اللي انا قلت عليه في اول الحلقة عندنا قانون اسمه قانون الخدمة المدنية وعندنا قانون تاني اسمه قانون العمل قانون العمل ينظم علاقة العمال عندنا اجازات للعامل تاني بقوله اجازات للعامل اجازة العرضة للعامل ستة ايام القانون حدد للعامل اجازة عرضة ستة ايام بحد اقصى يومين في المرة الوحدة وتحسب من الاجهزة السنوية يبقى اجهزة العرضة بتاعت العامل ست ايام في قانون الخدمة المدنية اللي يطبق على جميع العاملين في الجهاز الاداري للدولة طبعا ما عاد ناس معينة العرضة فيه سبع ايام يبقى لو جاب لك السؤال طب واحدة هتقول لي او واحدة يقول لي طب ما انا كده هتلغبط مفيش لغبطة ركز اللي انا بقوله بالزبط وابقت الامتحان متقسمة لتلاتة السؤال الاول قانون العمل يبقى لما بيشتغل في قانون العمل وقال لك اجهزة عرضة يقصد بها اجهزة العرضة في قانون العمل اللي هي ستة ايام لو جاب لك اجهزة عرضة في قانون الخدمة المدنية يبقى يقصد بها الموظف هنا اللي هي سبع ايام يبقى اجهزة العرضة للعامل ستة ايام للموظف سبع ايام نخلي بنا من النقطة الفنية دي واحنا بنذكر الطلبة اللي جابوا الاسئلة دي عشان كمان نقولها للطلبة زميلهم السؤال اللي بعد كده ده علامة صح او خطأ لا يحظر على الموظف استغلال نفوزه طبعا خطأ يحظر على الموظف ده من الاعمال المحظور على الموظف انه هو يستخدم نفوزه في وظيفته ما المقصود بمحو الجزاء تاني ما المقصود بمحو الجزاء هنقرى كده وبعد انه هنشرح مع بعض كده تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بقرار من السلطة المختصة بناء على عرض ضربة المواد البشرية دون الحاجة الى تقديم طلب من الموظف طيب تحبقى نفهم مع بعض كده يعني كلمة محو الجزاء محو الجزاء يعني طبعا احنا عندنا في حاجة عندنا اسمها في القانون الخدمة المدنية التبقية انه نترقها ففي حتة كده في التبقية بتقول ايه من شروط التبقية ان انا ما يوقعش علي خصم اكتر من عشرة ايام او اكتر يعني لو خصم مني وقع علي جزاء عشرة ايام فاقصر فانا مش هترقى يعني مش هننظر في التبقية بتاعتنا طيب يعني انا معنى الكلام ده لو انا اشتغلت اول سنة ليا وتم توقيع الجزاء علي بخمستاشر يوم خصم وارد ان انا اعمل حاجة استهل عليها المدة دية يبقى كده انا لسه متعوي ان بقى لسانه افضل طول عملي لحد سن الستين ما ترقاش طبعا القانون عالج الكلام ده كله قالك لا 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 هنعمل حاجة اسمها محو الجزاء يعني محو محو يعني محو يعني مسح مسح الجزاء ازاي مسح الجزاء وحطه فيه في القانون الجديد ميزة جميلة جدا يعني ازاي انت لما كان يبقى عليه الجزاء في القانون القديم كنت بتقدم طلب والطلب والله الجزاء ده بقى له مدة وعايزين ليشيلوه القانون الجديد قال لا انت الجزاء بتاعت قدي عليه مدد معينة طلقائيا اللي واحده هيتمسح طلقائيا محو الجزاء معناه اه معناه ازا انا تم توقيع الجزاء علي وطبعا نشو المدد دلوقتي ازا تم توقيع جزاء علي والجزاء ده قعد مدة معينة وانا ما عملتش حاجة ما عملتش جزاء تاني الجزاء يمسح وكأنه لم يكن طبعا دي حاجة في مصلحة الموظف او الخاضع لقانون الخدمة المدنية لانه تنفعه في الترقية وفي الاجر ومكمل الاجر يبقى تاني كلمة محو الجزاءات معناها ان احنا هنقول في مدد معينة يجوز لسلطة المختصة محو الجزاءات دون دون ان الموظف يطلب الموظف مش مهم يطلب هنا هي بتبقى تلقائيا تلقائيا يعني ايه في مدد معينة كده والله انا عملت ببساطة كده بصوا يا شباب بصوا يا بنا انا دلوقتي عملت مشكلة في الشغل خدت جزاء مثلا مثلا تلت ايام خاصة عد على الجزاء مدة معينة انا لم ارتكب خطأ كأن التلت ايام دول ما كانوش موجودين خلاص هنا محو الجزاء معناه ان انا بمسح الجزاء وكأنه مش موجود طب يا مستر هل هنحاسب مثلا محو الجزاء ده يعني مثلا اللي عنده خصم خمسة زي اللي عنده خصم خمستاشر لا 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 هو القانون حدد مدد معينة والله عندك خصم كذا يبقى المدة اللازمة للمسح كذا تعال كده مع بعض نشوف بيتم مسح الجزاءات ازاي سنة في حالة الانذار والتنبيه والخصم من الاجر مدة لا تزيد خمسة ايام الناس اللي امتابعيننا يعني ايه سنة يا مستر يعني محتاجين سنة سنة على الجزاء عشان يتمسح في حالة ايه بقى ازا كان انذار او تنبيه او خصم من الاجر مدة لا تزيد عن خمسة ايام تعدى عليهم سنة يتمسح الجزاء وكأنه ما حصلش رقم اتنين سنتين محتاجين سنتين في حالة ايه اللوم والخصم من الاجر مدة تزيد عن خمس ايام وحتى خمستاشر يوم يعني اللي احنا بدقين بيهم السنة دي للانذار التنبيه الخصم من الاجر مدة لا تزيد عن خمسة ايام محتاجين سنة اما هنحتاج سنتين مدة اقبر عشان نمسح الجزاء في حالة اللوم والخصم من الاجر مدة تزيد عن خمسة ايام وحتى خمستاشر يوم طيب لو كان بقى الجزاء كان اقبر من كده محتاجين ثلاث سنوات في حالة الخصم مدة تزيد عن خمستاشر يوم وحتى ثلاثين يعني انت لو وقع عليك جزاء من خمستاشر يوم حتى ثلاثين يوم محتاج ثلاث سنين عشان يتم مسحه بعد كده اي جزاء تاني محتاجين اربع سنة اربع سنوات في حالة الجزاءات الاخرى طبعا عدل فصل والاحالة الى المعاش دي عقوبات ما فيهاش ما بتتمسحش ليه فصل وحالة للمعاش دي عقوبة خلاص انت علاقتك انتهت هنا بالوظيفة بتاعتك يبقى دي المدة اللازمة لمحو الجزاء طيب احنا خدنا وانا طبعا كنت متعمد ان انا اجيب السؤالين في نفس الحلقة خدنا سؤال اسباب خدمة انتهاء العامل انه ابدأ ان شاء الله بإذن الله هنكمل مع بعض وناخد اسباب خدمة انتهاء الموظف في فرق بين دي ودي اسباب خدمة انتهاء الموظف متى تنتهي اه اه خدمة الموظف طب انا لو سألتك كده تنتهي امتى برافو عليك صح لما يوصل معاش برافو لما يوصل لسن التقاعد اه لما يموت تمام لما الموظف يموت لما حصل له عجز برافو عليك كل دي اسباب بتنهي مدة الخدمة لكن تعالى نشوف مع بعض الاسباب بالتفصيل نخلي بالنا من السؤال ده مهم جدا اسباب انتهاء الخدمة بالنسبة للموظف التابع لقانون الخدمة المدنية قانون رقم اه واحد وتمانين لسنة 2016 هنمسك مع بعض نقطة نقطة كده مش حدا صعبة ونسوحها مع بعض اول نقطة في اسباب انتهاء الخدمة بلوغ سن الستين بمراعات احكام قانون التأمين الاجتماعي المشروع اليها يعني ايه طب هكمل قرية الجملة وبعد كده نشرحها ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مد الخدمة لشغيل الوظائف القريادية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات طيب نبتدي بقى مع بعض نشرح اول سبب من اسباب انتهاء الخدمة من اسباب انتهاء اسباب انتهاء الخدمة الموظف في قانون الخدمة المدنية بلوغ سن الستين يعني ايه بلوغ سن الستين وخلي بالك القانون هنا ليه بلوغ سن الستين ما قالش التقاعد ليه سن الستين هنا اول قانون ايه جعل خلاص كل اللي هيوصل سن الستين خدمته هتنتهي لو يطلع معاها الشيء طيب في نقطة هنا مهمة جدا هل ينفع يا مصدر لو في شخصية او وظيفة قيادية من الوظيفة القيادية ان هي تقعد بعد سن الستين يجوز بقرار من مين من رئيس الجمهورية وكمان القرار كمان ايه بما لا يزيد عن ثلاث سنوات يعني ايه لو جددنا له سنة اتنين تلاتة ما نقدرش نجدد لكتر من كده يبقى تاني من حالات انتهاء الخدمة بلوغ سن الايه بلوغ سن الستين طبعا تبقى لجدول التأمينات وجدول المشارئ في كتاب المدرسة واللي وضحناه قبل كده بلوغ سن الستين من حق رئيس الجمهورية بقرار شخصي من رئيس الجمهورية ان هو يمد بعد سن الستين برضو بمدة لا تتجاوز سلاس سنوات يعني مش من مد ثلاث سنين من مد سنة 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 يبقى اول حاجة بلوغ سن الستين طيب تعال نشوف السبب التاني في انتهاء الخدمة الاستقالة ان الموظف هنا يقدم استقالته يعني يقدم استقالته زي زوالعامل انا مش عايز اشتغل ها ام اقدم استقالتي اقدم على معاش مبكر عايز اسيب الشغل ما فيش اي مشكلة ديمة احنا هنا بناخد السؤال من زاوية تانية احنا بنقول اسباب انتهى الخدمة ما بنقشاش بنقول اسبابها ايه قلنا اننا اوصل لسن الستين رقم اتنين الاستقالة رقم تلاتة اه عندنا الاحالة الى المعاش او الفصل من الخدمة مستر يعني الحالة على المعاش طيب ما هو ما انت لسه قال من شوية سن الستين هيطلع معاش هم قال يعني الاحالة لا الاحالة للمعاش دي عقوبة يعني ايه في الوظائف القيادية عندنا العقوبات التنبيه اللي هم الاحالة للمعاش يعني ايه احالة للمعاش يعني الوظيفة اللي بتتكلم عليها ده ممكن يكون مثلا مثلا يعني سنه اربعين سنة يعني فضله عشرين سنة ويطلع معاش تطبق عليه عقوبة اسمها الاحالة للمعاش حيله للمعاش يعني يعني دي كده عقوبة بتيني الخدمة بتاعته عشان كده بنقول ايه لما اتكلمنا الوقتي على محو الجزاء قلنا العقوبتين اللي ما بتمسحوش خالص الحالة للمعاش والفصل بالخدمة حالة للمعاش كان شبأ بص هي الحالة للمعاش شبأ الفصل بالخدمة بس رحيمة شوية لانك هتاخد مستحقاتك فصل بالخدمة فيه ممكن ما تاخدش المستحقات بتاعتك فهنا بنقول من اسباب انتهاء خدمة اما يجي اقولك اسكر خمسة ستة تمانية من اسباب انتهاء خدمة الموظف هنقوله بالوجو سن الستين هتي اول واحدة رقم اتنين الاستقالة رقم تلاتة الاحالة الى المعاش او الفصل من الخدمة رقم اربعة فقد الجنسية مستطع احنا مش عارفين يعني ايه فقد الجنسية انا جنسيت مصري كلنا فخورين ان احنا مصريين بنفتقد بجنسيتنا لو فقدت الجنسية بتاعتك فقدتها يعني ايه تم اسقاط الجنسية عليك لاي سبب انت شغال في الوظيفة دي لانك مصري لو فقدت الجنسية دي وكونك ما بقيتش مصري بتفقد كمان الوظيفة او خلي بالك لو اه انت فق شرط المعاملة بالمثل يعني ايه يعني لو انا بشغل واحد من دولة عربية بتعاملنا بالمثل يعني بتشغل الناس من عندها وناس تانية من عندنا بيشتغلوا عندها تسمى مبدأ المعاملة بالمثل لو هي قالت انا مش هشغل حد خلاص كمان مش احنا كمان مش هنشغل حد يبقى عندنا كمان فقد الجنسية نقولهم تاني اه نجيب وراء وقلم ونكتب الكلام ده كله اول حاجة عندنا بلوغ سن الستين ان انا اوصل لسن الستين رقم اتنين الاستقالة ان انا اقدم استقالتي رقم تلاتة الاحالة للمعاش والفصل من الخطبة رقم اربعة فقد الجنسية عندنا اسباب تانية اه طبعا عندنا من ضمن الاسباب التانية كمان عن انقطاع عن العمل ان انا انقطع عن العمل بدون سبب لمدة خمستاشر يوم متصلة يعني ايه يعني انا دلوقتي اه شغال في وظيفة غبت خمستاشر يوم ده اسم انقطاع وخلي بالنا دي كمان لكل شغالين في الوظافة الادابية كلام ده جديد في القانون وفي ناس كتير ما تعرفوش اللي هو ايه لو انا غبت خمستاشر يوم متتالية ده يسمى انقطاع وما جبتش السبب اللي انا كنت غيبة عليه ده بيتم انها خدمتي فصل من الخدمة على طول تاني خمستاشر يوم متتالية يعني انا شغال في المكان ده وغبت خمستاشر يوم ايا كان السبب اللي انا ما قلتوش ما انا ما قلتش انا منقطاع عن العمل ده اسم انقطاع خمستاشر يوم متتالية بيتم فصلي من الخدمة او انهاء خدمتي طبعا الا لو انا قدمت السبب ان انا كنت غيب لي طيب وكمان من الاسباب كمان لو انا اه غبت او انقطعت او غبت خلال السنة تلاتين يوم متقطع اللي يعني ايه يعني احنا بنقول لو انت غبت خمستاشر يوم متصلة خدمتك اما لو انت غبت تلاتين يوم متقطعة يعني تلاتين يوم باللغة بتاعتنا كده هيفهمها الموظفين تلاتين يوم بالخاص 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 هنا يعني ايه يعني انت استنفذت كل اجازاتك اعتيادي وعرضة كل ده خلص خلاص فبتاخد الايام بالخاص دي بتسمى غياب لو غبت تلاتين يوم متقطعة يعني ايه طول السنة بيتم انهاء خدمتك بان خلي بالنا خمستاشر يوم متصلة تنهي الخدمة تلاتين يوم متقطعة تنهي الخدمة نقول تاني من الاول اسباب انتهي الخدمة انا خدمة الموظف تنتهي اول حاجة بلوغ سن الستين بلوغ سن الايه ببعو عليكم بلوغ سن الستين رقم اتنين الاستقالة ان هو يقدم استقالته رقم تلاتة الاحالة للمعاش اول فصل من الخدمة رقم اربعة فقد الجنسية ان انا افقد الجنسية بتاعتي رقم خمسة قال انقطاع اخذ بالك من الكلام قال انقطاع عن العمل لمدة خمستاشر يوم متتالية النقطة اللي بعدها غياب العامل تلاتين الفرق طب ما انت قلت فقو انقطاع انقطاع لانك انت هنا الايام متتالية فما مش جاي ده اسم انقطاع عن العمل اما الغياب ان انا غيب بالخاص بالبودة تلاتين يوم خلال السنة لو وصلت للرقم ده بيتم انهاء خدمتي طب هل يا مستر في حاجات تانية بتنهي خدمة طبعا تعال نشوف كده مع بعض ايه الاسباب كمان اللي بتنهي خدمتنا طبعا هنا الانقطاع عن العمل بدون اذن اه تلاتين يوم متصلة رقم سبعة عدم اللياقة اللياقة الطبية بقام المجلس الطبي يعني هنا معناه انه هو فقد جزء من قدرته على العمل قد يكون ناتج اصابة او احدى الامراض او احدى الامراض المزمنة او الكلام يعني فقد اللياقة الطبية احنا ما منوح نشتغل في وظيفة بطلبه مننا كشف طبي هنا الكشف الطبي بمعناه ان انا لائق صحيا للوظيفة دي ولائق صحيا صحية تتنسب مع الوظيفة دي انا هنا في الحالات فقط اليقط الصحية والبدنية ان انا قادر اكمل في الشغل ده طبعا في الحالة دي بيتم انهاء العاد تاني اشباب يجيبوا وراء وقلم السؤال ده مهم جدا 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 السؤال متى تنتهي خدمة الموظف في قانون الخدمة المدنية رقم وستاشر هنقول تاني اول حاجة دوافع عليكم بلوخ سن الستين تاني حاجة الاستقالة ان انا اقدم استقالتي رقم تلاتة الفصل من الخدمة او لحالة للمعاش دي بتنين خدمة رقم اربعة ان انا افقد جزء من اللياقة الصحية رقم خمسة ان انا اتغيب خمستاشر يوم وده بقى اسمه مش غياب اسمه انقطاع عن العمل ان انا انقطاع عن العمل لمدة خمستاشر يوم متتالية كمان عندنا كمان ان انا اتغيب من العمل لمدة تلاتين يوم متقطعة كمان بنضمن اسباب انتهاء الخدمة بتاعتي ان انا افقد الجنسية بتاعتي في اسباب اه في اسباب تانية تعال نشوف مع بعض الاسباب التانية قلنا ها الانقطاع عن العمل خلي بالك الانقطاع عن العمل مدة خمستاشر يوم متتالية ده اسم انقطاع الانقطاع عن العمل بدون اذن تلاتين يوم غير متصل يعني مشهورة بعض عضب اللياقة كمان بقى من عندنا من ضمن الاسباب الالتحاق بخدمة جهة اجنبية بغير ترخيص من الحكومة اه المصرية يعني ايه يعني انت رحت اشتغلت مع جهة اجنبية اتعقدت معها وعلى فكرة لما اقول اشتغلت مع جهة اجنبية مش صارت ان انت سافرت اشتغلت هناك لا تعقدت معها هنا على ارضك طبعا احنا فينا عندنا في مصر جهة اجنبية كتير ورحت اشتغلت انت مع الجهة الاجنبية دون اذن او دون تصريح من حكومتك او من شغلك بيتم انها خدمتك ما ينفعش تشتغل مع جهة اجنبية الا لما تبلغ انت تقول او احنا او الحكومة او السلطة المختصة اللي قلنا عليها ممكن يكون المحافظة الوزير يديك ما يثبت او ان انت تشتغل يسمحلك لكن لو ما سمحش يبقى كده خدمتك بتنتهي يعني انت ما تنفعش تشتغل مع جهة اجنبية لانها بتنهي الخدمة كمان من ضمن اسباب الخدمة الحكم عليه بحكم على مين على الموظف الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية او عقوبة جنائية في جريمة مخلة بالاداب او الشرف او اي حاجة تثبت او اي حاجة تفقده او تسلبه حريته بين اسباب انتهاء الخدمة ان انا يتحكم عليه او العامل الموظف يتحكم عليه بحكم الحكم ده يكون في قضية جنائية طبعا هنا فقد حاجة من اهلته في الشغل فبيتم انتهاء خدمته نقول تاني اسباب انتهاء الخدمة سؤال مهم سؤال مهم جدا مهم ليه اولا هو في نقط كتير ثانيا ممكن يجيه لك اسكري خمسة ستة من اسباب انتهاء خدمة الموظف هقوله تاني هقوله تاني اول حاجة بلوخ سن الستين ان انا اوصل لسن الستين معش يعني رقم اتنين ان انا قدم استقالتي ان انا قدم الاستقالة بتاعتي رقم تلاتة ان انا افقد الجنسية بتاعتي فقدت جنسيتي كمصري بيتم انهاء الخدمة رقم اربعة الاحالة للمعاش او الفصل من الخدمة ووضحت من شوية ان الاحالة من المعاش دي عقوبة بيتم اتھوقعها في الوظائف القيادية يبقى كده عندنا بلوغ سن الستين الاستقالة ان انا افقد الجنسية بتاعتي ان انا الحالة اللي معاش او الفصل من الخدمة عندنا كمان ان انا اتغيب عن العمل تلاتين يوم متقطعة ريبت تلاتين يوم غياب تلاتين يوم متقطعة لهم بالخصم يعني بيتم انهاء الخدمة او ان انا انقطع عن العمل خمستاشر يوم متصلة برضو بيتم انهاء الخدمة بتاعتي كمان من ضمن الاسباب ان انا التحق بعمل بجهة اجنبية دون موافقة الحكومة بتاعت جمهورية مصر العربية او دون موافقة السلطة المختصة كمان اذا تم الحكم علي في جناية مخلة بالاداب او الشرف او حكم يفقدني او يسلب بني حبتي طيب عندنا كمان في النقطة دي الوفاء الوفاء وفي هذه الحالة نخلي بنا من حتة دي يصرف ما يعادل اه الاجب كامل لمدة شهرين لمواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرامل او الارشد او اللي من يثبت كمان بتحملوا هذه النفقات مسترحنا مش رحمينيك كلام ده يعني ايه بص الموظف او الموظف الموظف الخاضع لقنون الخدمة المدنية عند الوفاء هو اولا الوفاء بتني الخدمة خلاص هو كده بيقول لك ايه ان الوفاء بتني الخدمة خلصنا من دي لكن احنا بنتكلم على ايه لما الوفاء بتتم بيتم صرف عبارة عن شهرين من اجر العامل من اجر الموظف دول بنسميهم مصاريف جنازة اه لمواجهة مصاريف الجنازة حده يقول لي اه يعني بنمشي بيهم الامور يعني مدتهم قدية شهرين مين اللي ياخدهم الارامل الارامل ياخدهم او اللي هيزبط ان هو يستحقهم او ما يزبط ان هو دفعهم هياخدهم طبعا لها اولويات يعني لكن ده مش موضوعنا احنا بنقول لو جالك صح وغلط خلي بالك يستحق الموظف عند الوفاء اه اجر شهرين كمصاريف جنازة اقول للعبارة صح وخلي بالك برضو بص هنا بقى سواء في قانون العمل في قانون العمل او قانون الخدمة المدنية في حالة الوفاء جملة واحد يستحق الموظف او يستحق العامل اجر شهرين من الاجر بتاعه كمصاريف جنازة طبعا هما في القطاع الخاص تقريبا بيسموها مصاريف جنازة في القطاع العام بيسموها مصاريف خارجة فاي ايا كان المسمى هي عبارة عن شهرين من اجر العامل يبقى كده اخدنا عشر حاجات ليه انتهاء او عشر حالات ليه انتهاء اه العقد او انتهاء الموظف او انتهاء خدمة الموظف اخر مرة هنقولهم كده مع بعض واحدة واحدة متى تنتهي خدمة الموظف او اسكر سبعة من اه اسباب انتهاء خدمة الموظف رقم واحد انه هو بلوغ سن الستين اللي هو يطلع معاش يعني رقم اتنين الاستقالة انه هو يقدم استقالته رقم تلاتة فقد الجنسية يفقد جنسيته رقم اربعة الاحالة الى المعاش او الفصل من الخدمة رقم خمسة فقد اللياقة الطبية فقد شرط اللياقة الطبية رقم ستة الانقطاع عن العمل الانقطاع عن العمل لمدة خمستاشر يوم متتالية طبعا بيتم انهاء خدمته او غياب تلاتين يوم متقطعة متقطعة هنا منفاصلة يعني طبعا بيتم خدمته انه يتحكم عليه او الحكم عليه في جناية مخلة بالاداب او الشرف او تفقد حبيته برضو طبعا من دوم ضمن اسباب انتهاء الخدمة اه عندنا كمان الوفاء ان هو يتوفى وقلنا لما يتوفى بتستحق اسرته او الارامل او الاولاد او من يزبط حقه في هزي الشهرين اللي هي مصاريف الجدازة طيب تعال نشوف السؤال اللي معانا بعد كده المعاش المبكر الم المعاش المبكر طبعا المعاش المبكر اه كل من جاوز سن الخمسين ده القانون اللي بيقول كده كل من جاوز سن الخمسين من حق انه هو يقدم على معاش مبكر طبعا النهاردة احنا اتكلمنا في مواضيع كتبها جدا اه المواضيع اللي اتكلمنا فيها دي اه خدنا اسئلة مراجعة وخدنا اسئلة كمان لجزء القانون الخدمة خلصنا الخدمة المدنية اوعدكم ان شاء الله الحلقة الجاية ان احنا هناخد اه الجزء العملي اللي فيه المسائل هنسرح ما تقلقش من العملي عندنا كذا مسألة هنحلها ونحلها في قراءة كلها اه النهاردة باذن الله اه متمنى ان انتوا تكونوا وفهمتوا حاجة اللي خايف من اي سؤال بعتهن واحنا باذن الله ان شاء الله هنجاوب عليه دور في امتحانات دور في اسئلة كتاب المدرسة احنا كلنا هنا في خدمتك بنشكر طبعا القائمين على هذه القناة وكل اللي عاملين خلف القناة بنشكرهم وكل سنة وانتوا طيبين وبنسبة شهر رمضان الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته